موسيقى هذا الصالون في طبعته الأولى شهد إقبالاً واسعاً من عدة مؤسسات عمومية وطنية وخاصة وأيضاً من طرف طلبة جامعيين من نوادي علمية تابعة لجامعات على غيرار جامعة قسنطينة وأم البواقي حيث تبادل الخبرات فيما بينهم وأيضاً هناك من سعى حتى إلى بيع منتجاته وعقد اتفاقيات لأشركة أو التعاون فيما بينهم